السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رمضان مبارك سعيد اليوم ان شاء الله سوف ندر معكم واحد بسطيلة ديال الحوت اقتصاديين بزاف ولداد لشهر رمضان ان شاء الله خليكم مع الوصفة هنا سوف ندر الورقة ديال بسطيلة الورقة سوف تغير في الدار كنت جادرتها معكم في واحد الفيديو سابق قد نخلي لكم اللي هنية الفوق وغادي تلقاوا حتى الرابط في صندوق الوصف كانت صوبتها معاكم بزلفة ديال موزلفة ديال الطحان طحنتهم بجوج شوية ديال الملحة وصوبتهم بواحد البونجة او اللي اسفان جاب حالها كده في المقيلة ديال الطيفال ركي يجي وزوينين وكد جي وريقة رائعة زوينة بسطيلة تحمق انتوما راني مخلي لكم مقتطفات وصفي من ديال الورقة كان دهنو المقلة كان مسحاب واحد كدير نكس في شوية ديال الزيس كان بدهن دهنها على هات الشكل ببونجة كان دهن الورقة اللي حييت بالزيت مش ما كتلسقناش واحدة مع واحدة وكنكمل ذوك الكيمية اللي عندنا ديال الطعين حتى كانكمل الوريقات ديالنا ركي تجي زوينة ورقيقة وحسنة من ديال الزنقامية في المياه ناجحة ما كتقطع ما ولو تقدروا تصوبهم وتحضروا بمحتة في فريقو ما كيوقع ديال حتى شي حاجة نمروا الحشوة ديال البسطيلة ان شاء الله غادي نحتاجوا في الحشوة كنشد واحدة المقيلة كنديرو فيها شوية ديال زيت شوية ديال خزو محكوك او للجزار ما كنعرفوا ان كين متسبعين من السعودية والجزائر كنرحب بيهم من مصر كيقولوا لي حاولي تقولين الاساميح تبلغة العربية باش نفهموك كنرحب بيهم حتى وما مو يمكن قون شحروا بحالها كده يدك خزو حتى كنحسو بيه نزل شي شوية كنضيفولو واحد للقرعام حكوكا حتى هي رضغية كتنزل يعني ما كنحسو بيها بدت كتهبط كنضيفولو شوية ديال ابزار ملح شوية ديال فلاح مرة معلقة معلقة صغيرة كنشحروا مزيان حتى كيعطيوا يوليوا بحالة الشكل هذا كنضيفولو واحد ضامة للبنة ديال السامك ديك ضامة ديال ابنة هي السر هي اللي كتعزز ذاك الماداق ديال الحوت كزعطي فيهم ذاك الماداق ديال الحوت كيجي مجهد وكيجي وبنان وهنا درنا ميتين وخمسين جران ديال كروفيت يعني رابعة كيجي كتحر خيصة هكا رابعة مهم كتلق فيهم البنة ديال الحوت ديال الكروفيت كتلقوا هكا تريفاس كيجي وبنان بزاف ما كانش استطاع ديالهم تقدروا ما تديروش تستغنوا عليه ماشي مشكين هنا كانوا نصفر وضفتو راكي اعطي واحد الماداق هائل كيجي وبنانين بزاف بصورتو ديال هكا الخضر والدراجة ما كيبغوش يكلو الخضر ولو كان نحاول نعمره منه ما كافل بستيلاس باش كان نستافد من الفوائد ديالهم كان شحروا واحد شوية الكروفيترا ضغية كيدخلو الطياب ضغية كيطيب يمكننا تقوم بتقليل الوصف احتفال مقينة فوقنا باستطاع شديد الشعري احتفال كبير المصخون احتفال قطعتها وصفيتها احتفال احتفال المكونات اضطع خلطة الخضر والكروفيت اضطع اضطع الزيت اضطع الزيت مقطع مقطع نحاول أن نسجد العناصر كامل حتى تنسجم ونحاول أن نحرقه الكثير ونقوم بفرد ونقوم بفرد نقوم بحرقة من أجل أجل من أجل الأخيرة يجب أن تكون بحرقة يجب أن يكون موضوعاً بحلقة صغيرة أو زليفة أو فشمة أو المول لكي نقطع البيتزا لكي يكون دائرة سوف نستطيع أن نطيف فيه نقوم بحلقة ورقة البسطيلة اللي صوبنا نقوم بحشوة نحاول نقوم بحلقة شوية بشيجيونا شوية عمرين نبدأ نجمع هذه الورقة وأنا نبدأ بصفر البيض كيف يجمع هذه الورقة مجرملة لكي تلصق أجل تقدرون تصويتها جداً ونقوم بحشيء وظيفتها نسلوا من قرمش جداً اضعها في نفس اليناء يبقى محافظة لديك الفورما ديالهم ويبقى عاطيني ذاك الشكل زوين وقد مقاد كنكمل بحلاك دا كنسد وانا كندير ذاك صفر ديال البيض سافعنا مكملش بتوحط طبصيل درت فيه ورق غدائي وكنقلبهم بحلاكة رسالي كنكملوا عاوثاني الكيمياء ديالنا اللي بقادس بنفس الطريقة حتى كنكملوا بحلاكة ديالنا كاملين وضروري كندهن ذاك الاناء بشوديها بشوديها الزيت باش يسهل علينا من كان بغير نقلبهم رديك الورقة زوينة غي يجربوها غي يجربوها المرة الأولى غالي تولفوها تقوى دائما تديروها ما عاش تقدروا يستغنوا عليها ركاد شي سهلا غي يسولوني الأخوات في اللي كومنتين غواش نقدروا نحفظو بها هي منين تخدموها تصوبو الورقة تخدموه بها ديك السعنيت وهدو كل بسطيلة سبحالها كده خوضر كن نكونجليهم و نديروهم في الفريقو ما نبغيهم كنش بدهم كندخلوهم الفران كندهنهم بزبدة و ندخلوهم الفران أما الورقة ما نحفظو بها لا يعني نخدموهم و نخبعوهم يعني شو مرتزها في المول مش كنس اخذي لديك الشكل دي لديك الإناء كما قلت لكم كنكملو كنقلبوهم في التبصل يعني شو ما كيجوون سهلين و كيجو مقادين بلا ما كنحساجو نعاودو نقدوم بالتينة سوف ندهنهم بزبدة و ندخلوهم الفران أشعال تقليوهم من تحت و من الفوق أشعال تقليوهم على درجة حرارة 160 و نكون سخنة الفران من قبل واحد شوية سوف ندخلوهم طيبوهم زيان و يتقرملو كنحسو بهم شوية تحمرو بحالة كدايا كنخرجهم و تزين كيبقى لحسب الضوء كل واحد و شنو ما باش بغيتو تزينو انا هنا اقدرت شوية ديال الفرمج محكوك شوية الحامض و شوية المئدنوس و زوقتهم من الفوق داك كروفيت صغيور داك الشاطلي كنتمنى هالبسطيلاتين اللي اعجب ديالكم و كالعادة كنحاول نبسطلكم كنبسطلكم الوصفات باش تجربوها بطريقة بسيطة و غير مكلفة و بمكوينة تكون شوية اقتصادية و دائما نكمل عادة الاجباسك الوصفة خليلي واحد لايك و تقابوني عندي فلاشين ضغطي لجير الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي و دائما كنبقى في إطار الوصفات الاقتصادية و غير مكلفة بطريقة بسيطة و شكرا لك مرة أخرى مرحبا بكم على قناتي تالحيل رمضان مبارك سعيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر